شكرا جزيلا سيد الرئيس على عقد هذا الاجتماع المهم في مثل هذه الأوقات العصبة وكل ثقافي أننا جميعا نتفق على الأعمال الإرهابية التي ارتكبتها حماسة والتي تستهدف المدنيين وقتل الأطفال وكل ثقافي أننا كلنا مصابون ومتأثرون بسبب هذه المأساة في غزة لأن الوضع صعب والوضع خطير بسبب الأفعال الإرهابية التي ارتكبتها حماس في السابع من أكتوبر ونحن جميعا نعزي الأسر في ضحاياهم سواء من قبل الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني إن هذه قضية التي لطالما تحدثنا عنها والجميع الآن نرى على منصات التواصل الاجتماعي وغير ذلك من الشاشات مدى صعوبة الموقف الحالي ومدى تعقيد الموقف الحالي إذن علينا واجب جميعا في أن نعمل معا لإحلال الاستقرار في هذه المنطقة وإنقاذ المزيد والمزيد من الحياة علينا أن نعمل يدا بيد للتخلص من هذا الموقف التراجيدي والمأساوي في هذه المنطقة حتى لا يتمحور ويتحول إلى حرب وهذا هو ما ترغبه حماس وأود أن أذكركم بأنه منذ شهر فإن كان هناك كمة بها بصيص أمل لإحلال السلام بين إسرائيل وفلسطين إن حماس كانت دوما في موقف المعارضة لهذه الرؤية رؤية السلام إذن علينا أن نضمن أن حماس لا تكسب ولن تفوز بهذه القضية ولكن علينا أن نضمن التعايش السلمي وأن يكسب التعايش السلمي في المملكة المتحدة فإنها تكرر وتسمن كلمة رئيس عباس ونحن ممتنون إلى الحكومة التي تسعى إلى أحلال السلام وكذلك ندعو إلى تحرير الرهائن الذين هم محتجزون في قبضة حماس في غزة ونحن بالطبع نساعد ونؤكد على أهمية وصول المساعدات الإنسانية الذي كل من تحدث أكد على هذه النقطة لسيما حتى تصل إلى أولئك الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها إن موقف المملكة المتحدة موقف واضح لطالما كان واضحا وهو أن إسرائيل لديها حق الدفاع عن نفسها وكذلك تحرير رعاياها الذين وقعوا في قبضة حماس في السابع من أكتوبر كذلك في أن موقف المملكة المتحدة واضحا في أنه علينا أن نعمل معا لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في غزة بالتنسيق وبما يتماشى مع المجتمع الدولي تحدثت مباشرة إلى الحكومة الإسرائيلية عن واجبها لاحترام القانون الدولي وأهمية حماية حياة المدنيين في غزة ورغم صعوبة الموقف واحتدام الموقف فإنني أدعو إلى التزام الحيادية إن الموقف الذي نعيشه الآن يمثل موقفا في غاية الصعوبة الذي أنا شخصيا أول مرة أتعاطى مع هذا الموقف الصعب وأود أن أقول أنني لست أنا شخصيا من يجابه أو أول من يجابه هذا الموقف العصيب ولكن أنا أؤمن تماما بقوة الدبلوماسية ولازلت أؤمن بأنه علينا أن نعمل معا يدا بيد نحو مستقبل آمن حيث يمكن للفلسطينين والإسرائيليين أن يعيشوا بأمان يمكننا أن نعمل معا لتحقيق حل الدولتين بطريقة آمنة وسلمية بين الإسرائيليين والفلسطينين ليس فقط أن يعيشوا بجانب بعضهم البعض ولكن يعملان معا ويضمنان الأمن والسلام في المستقبل شكرا